اشتركوا في القناة في الدرس السابق تحدث أستاذنا عن تركستان أو عن قضية تركستان الشرقية لماذا نتحدث في هذه القضية ألا يكفي ما يعانيه المسلمون في كل بقعة من بقاع الأرض عندما ننظر إلى العالم الإسلامي نرى العالم الإسلامي كله محترق هل هناك فائدة للمسلمين عندما يضاف إلى آلامهم وجراحاتهم قضية جديدة منسية نتحدث أولا عن قضية تركستان لأنها قضية منسية لعل الذكرى تنفع المؤمنين نتحدث عن قضية تركستان لأنها قضية مظلومة والله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين جميعا بالانتصار للمظلوم وتقديم العون له نتحدث عن قضية تركستان عملا بقوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْخَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ نتحدث عن قضية تركستان لأن أهلها جزء من أمة الإسلام عملا بقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي آية أخرى وأنا ربكم فاتقون لأن العبودي الحق والتقوى لله عز وجل مرتبطان بتحقيق هذه الوحدة نتحدث عن قضية تركستان عملا وتحقيقا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة لعل من يسمع يكون هناك من الصالحين على الأقل من يدعو لهم على الأقل هذا أقل الواجب قضية تركستان قضية كبيرة ومنسية في العالم الإسلامي تقريبا وحتى عند العلماء وبعض المفكرين والسياسيين يقولون لنا لماذا أنتم تحاولون أن تقاوموا الصين الصين دولة عظيمة ودولة كبرى في هذه الأيام وعلى المسلمين أن يقدموا لهم يد الطاعة حتى يساعد المسلمون في مواجهة أمريكا والغرب هكذا يظنون لأنهم لم يروا ما رأى إخوانهم المسلمون في تركستان لم يروا حقيقة الصينيين ولم يعرفوا حقيقتهم في المحاضرة السابقة توقفنا عند سنة 49 الاحتلال الشيوعي لتركستان الشرقية طبعا بعد الاحتلال حوالي ثمانية سنوات لغاية سبعة وخمسين هم تركوا الشعب كما كانوا في السابق تركوهم على حريتهم في المعتقد وفي المدارس وكل شيء كان مفتوحا ولكن سنة سبعة وخمسين بدأوا ما يسمى بالحرب الثقافية الكبرى وقتلوا من سنة سبعة وخمسين إلى سنة تسعة وسبعين ملايين من الناس من البشر طبعا منهم صينيين ومنهم تركستانيين وفي تركستان قتل العلماء والتجار وأهل الفضل قتلوهم أو سجنوهم ملايين من البشر قتل حتى في الرئيس موتسون في ذلك الوقت كان يفتخر أنه قتل أكثر من مليون شخص من معارضه ومن مناوئه مليون على الأقل قتلهم لأنهم عارضوا سياسته وكان يفتخر بهذا القتل يعني وكان يقول أنا دفنت تسعة وأربعين ألف من العلماء دفنت وهم أحياء وكان يفتخر بهذا القول طبعاً بعدما مات هو تغيرت الصين نوعاً ما وأصبح هناك انفتاح اقتصادي وانفتاح سياسي وفتحت بعض المدارس الأهلية وفتحت المساجد الناس بدأوا يعودون إلى دينهم رويداً رويداً وتمتعوا بجزء من الحرية ولكن هذه الحرية لم يستمر والناس طبعاً ما دام هناك ظلم يكون هناك مقاومة لهذا الظلم لغاية ألفين وعشرة طبعاً حصل أحداث كثيرة أنا أريد أن أختصر أحداث كثيرة وظلم كثير وتغيرات كثيرة في سياسة الصين تجاه هذا البلد أنا أريد أن أتحدث عن الواقع الحالي أكثر مما هو يعني عن السابق خاصة بعدما سمي الحرب على الإرهاب شماعة لكل ظالم في العالم بعد الأحداث الحادي عشر من سبتمبر كان هناك تضييق مستمر يشتد يوماً بعد يوم والتدخل في شؤون الناس في حياتهم اليومية لغاية ألفين وأربعة عشر كان كم من قام هناك مظاهرات وثورة سلمية ضد السياسات الحكومة ألفين وتسعة حصل أحداث كبيرة وقتل ناس لغاية ألفين وأربعة عشر كان الأمور بهذه الطريقة في دوامة بعد ألفين وأربعة عشر هم بدأوا ما يسمى الضرب الشديدة أو الضرب بالقوة يعني بدأوا يضيقون على الناس في كل شيء يضيقون على الفلاح وعلى التجار وعلى المعلمين وعلى كل فئات المجتمع يضيقون من ناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى اللغة التي يتحدث بها الناس في السابق كان هناك مدارس بلغتنا حتى في الجامعة كان لغتنا يدرس كمادة في منطقتنا ولكن كل هذا أصبح من الماضي بدأ يمنع اللغة منعا باتا في المدارس وأصبح يفرض اللغة الصينية كلغة تعليم في كل مراحل التعليم في كل مراحل التعليم وبدأوا يصدرون قوانين وتشريعات ومرسوم جديدة يعني بمواد كثيرة كل هذا إذا نظر أي واحد إلى الدستور الأصلي حتى في الصين يعني هذه المواد الجديدة يعارض الدستور ولكن كما هو معلوم في دول كثيرة الدستور في الرف يعني يبقى في الرف وما يطبق على الناس في حياة الناس غير ما كتب غير ما كتب من الدستير لأن الدستير ما دامت وضعية الناس يغيرونها بحسب هواهم أصدروا مادة أو مرسوم بخمسين خمسة وسبعين مادة يبين في هذه المواد ما هي مظاهر التطرف والأصولية وضد وحدة الوطنية أي شخص عندما يعامل الحكومة معه يعامل على أساس هذه المواد مثلا في هذه المواد هل هو ملتزم مثلا بالصلوات الخمس هل أسرته أو زوجته متحجبة هل هو ملتحي هل مر عليه في السابق أي فكر أو رأي ضد الحكومة أو ضد الحزب هل يستمع إلى خطط دينية يعني أشياء كثيرة من هذا القبيل هل وزع كتبا دينية مثلا أو كان سببا في توزيع أشريطة دعاوية كل هذا من مظاهر التطرف وضعوا هذا وبعد ذلك يفتش عن الناس يعني طبعا في الشرطة سجلات موجودة لكل من تعرك في السابق فلان كان ألقى درسا وفلان استمع في مجلس علم إلى درس وعظي وأصبح كما يقال الناس يؤخذون بما سبق من الجرائم في نظرهم بالتقادم يعني لم ينتهي هذه الجرائم بالتقادم الزمن كما يقال يعني مثلا في سنة 2000 إذا كان واحد درس لخمسة وعلمهم القرآن الناس مارسوا هذه الأشياء على أساس أنه حرية شخصية ولكن بعد 2014 كل هذه الأمور أصبح غير قانوني والناس أصبحوا يعاملون بما سبق ويؤخذون إلى السجون ويحكم عليهم بما سبق من الجرائم حتى أنا سمعت من أحد الإخوة هنا الآن هو يعيش في تركيا أبوه رجل كبير يعني فوق الثمانين من العمر وكان رجلا عالما وكان يدرس للطلاب سنة 1992 1992 وكان قبض عليه في ذلك الوقت مع مجموعة من الطلاب طبعا وفي نفس اليوم كان خرج لأنهم اعتبروا هذا يعني رغم أنه غير قانوني ولكن ليست جريمة يعاقب عليها بالقانون وهذا الرجل الثمانيني أخذ 2015 بالسجلات السابقة 92 كان درس وحكم عليه ب15 سنة ابنه هنا الآن في تركيا وهكذا عامل وهكذا عامل أو تعامل مع الناس بهذه الطريقة بهذا الأسلوب طبعا هذا الأسلوب يشتد يوما بعد يوم أنا أريد أن أتحدث ما يحدث في هذه الأيام من مظاهر الظلم طبعا 2016 أواصة 2016 اشتد الأمر مرة أخرى وأصبح يعني يشتم الدين على العلن في قانونهم كانوا يقولون في السابق الناس سواسية في الحقوق والواجبات ليس من حق أحد أن يجبر أحدا على الاعتقاد بدين أو انتقاد اعتقاد شخص آخر كانوا هكذا مكتوب وكانوا يقولون رغم الدين أفيون الشعوب ولكن في المجتمعات المسلمة لازم يراعى شعور الناس كان هكذا يقولون ولكن فيما بعد 2014 يعني أصبح كل شيء كل ما يتعلق بالدين مهان وأصبح إهانة المسلم في شعائره وفي عقيدته وفي كل ما يتعلق به أصبح هناك لافتات مثلا مكتوب في الشوارع إذا صليت في اليوم خمس مرات من يعطيك الخبز يعني هذا يعطل العمل ويعطل الانتاج لماذا تشغل نفسك بالصلاة يعني على الناس أن يعمل والإنتاج هذا يعطرك عن العمل يعني الشامثة والحجاب أنت أنت جميلة يعني بهذا الشكل طبعا يظهر صورة متبرجة وصورة للمحجبة وهذه جميلة بهذه الصورة وهذه لماذا تغطي رأسها أحيانا وجهها وتظهر هذا الجمال وتخفي هذا الجمال أليس هذا يعني إهانة للمرأة وكل هذا مستورد من الخارج يعني بهذا الشكل وأصبح دخور المحجبات إلى المستشفيات أي الركوب إلى المواصلات العامة أصبح من الممنوع في بداية الأمر مع بداية 2014 أصبح من الممنوع والآن حتى في بيته في الشارع لا تستطيع المرأة أن تمشي وهي محجبة كل من ليست النقاب ليست النقاب مجرد غطاء الرأس أصبح من الممنوعات يعني من أواصل 2016 بدأت هناك ما سمي بمراكز التأهيل احتجاز الناس في مراكز التأهيل هكذا سموه يعني هكذا سموه في هذه المراكز هو أشد من السجن في حقيقة الأمر كانوا مثل هذه الحكومات يتعامل الناس يعني يخطط من بعيد الأعداء يخططون من بعيد أما المسلمون في الغالب عوام الناس ننظر إلى أمامنا فقط ولا ننظر خلفنا في الألفين ألفين خمسة في ذلك الوقت كانوا يسجلون يذهب إلى كل البيوت هل تصلي هل تصلي مثلا صلاتين أو خمسة في ناس طبعا يصلي صلاة الفجر والعشاء ولا يصلي الثلاثة مثلا كانوا يسجلون يعني قبل عشرين سنة مثلا هل أنت ملتزم بالصلاة بالصلاة الخمس هل تحفظ شيئا من القرآن هل تعلمت في مدرسة أهلية مثلا هل تعرف اللغة العربية كانوا يسجلون بهذه الطريقة طبعا في ذلك الوقت كل هذا أمور يعني جائزة في عرف الناس لأن لم يعاقب أحد بمثل هذه الأعمال الناس يصدقون في أقوالهم أنا أصلي أنا أصلي الصلاة الخمس أو أحفظوا شيئا من القرآن أو تعلمت في مدرسة أهلية يعني عندهم منف كامل عن حياة الناس عن عقيدته وعن التزامه بالدين هل هو متدين أو غير متدين هل يشرب السجارة مثلا أو يشرب القمر أو يذهب إلى مثلا كل هذا مسجل عندما كان الجو مفتوح بعد 2016 هذه الملفات وهذه السجلات كلها أصبحت واقعة أمام أعين الناس وكل من كان مسجل أنه يصلي الصلوات الخمس أو درس شيئا من اللغة العربية أو حفظ شيئا من القرآن الكريم كلهم أخذوا إلى مراكز التأهيل كلهم في بعض المناطق لم يبقى هناك رجال يعني إلا كبار السن مثلا إذا كان كبير في السن فوق 60-70 ولكن يعني ما بين 15 سنة إلى 40 سنة يعني كل من كان مسجل في السجلات مثل هذه أخذوا ملايين من الناس الآن وهم طبعا جعلوا كثير من المدارس كمراكز التأهيل احتجاز لأن السجون لا يتسع لهذا العدد الكبير طبعا الصينيون ماهرين في البناء يعني بسرعة يبنون يعني عندهم فلوس في بعض الدول الفقيرة هم يحتاجون للسجون ولكن بسبب قلة المال يعني لم يستطعوا بناء سجون كثيرة يعني في فترات قليلة ولكن الصين عندهم أموال كثيرة لذلك يبنون السجون بسرعة جدا وإن لم يكفي السجون حولوا المدارس إلى مراكز التأهيل ماذا يفعل في هذه المراكز أولا يعلم الناس اللغة الصينية وما يشيد بالحزب الشيوعي أشعار هناك أشعار مثلا يشيد بالحزب الشيوعي يحفظونهم ويعلمهم لغة صينية طبعا ويمنع كل ممارسة الدينية في مثل هذه المراكز هناك أسئلة واختبارات أسئلة واختبارات في كل ثلاثة أشهر يختبر مثلا مئة سؤال مئتين سؤال هكذا هناك أسئلة يعني متعلقة بالعقيدة مثلا كمثال يقولون الرزاق مثلا هل تؤمن أن الله هو الرزاق أم أن الحزب الشيوعي هو الذي يرزقك إذا قال المسلم المعتز بعقيدته الرزاق هو الله عنده فكر متطرف ويحتاج إلى إعادة التأهيل ويبقى في هذه المراكز أما إذا كان واحد مثلا أراد الخروج وأخفى إيمانه ويجيب بما يريد هو ممكن بعد ثلاثة أشهر إذا تعلم الأشعار مثلا وأجاب للأسئلة على حسب ما يريده السجان ممكن يخرج ولكن إلى الآن مثلا إذا كان من قرية أخذ مئة ممكن خرج منهم عشر مثلا والتسعين ما زالوا في مراكز التأهيل ومن المظاهر عندنا كان مساجد كثيرة جدا في منطقة تركستان ومثلا إذا كان في قرية خمسة من المساجد أبقوا على مسجد واحد كمسجد مركزي وهدموا الأربعة معنى ذلك أنهم على الأقل خمسة وسبعين في المئة من المساجد في تركستان هدموها كل هذا من 2014 بعد 2014 غدم أكثر المساجد ومن مظاهره أيضا استدعاء الطلاب من الخارج كما عرفتم أو سمعتم حصل في مصر وفي تركيا وغيرها هم استدعوا كل الدارسين في الخارج مثلا 2016 إلى شهر مايو من بداية 2016 إلى شهر مايو لازم كل موجود الدارسين في الخارج يعود إلى البلد وهناك منعات لأن لأنهم أخذوا تعهدات من أسرهم إن لم يعود مثلا ابنك ممكن نحن نصادر أموالك أو نعتقلك بهذه الطريقة منهم من عاد وفي بداية العودة ومتركوهم إلى أن يكتمل العدد ويعود الجميع وفي مصر مثلا كان عدد الطلاب التركستانيين أكثر من ثلاثة ألاف خاصة بعد أحداث 2011 كان هناك يعني توجه كبير إلى مصر للتعلم هناك ولكن بعد هذه التهديدات سافر عدد وكان هناك بقي عدد لا بأس به على الأقل ألفين ونصف مثلا من الطلاب وبعضهم بالتخويف كانوا رجعوا إلى تركيا وفي النهاية 2017 شهر مايو اتفقوا مع الحكومة المصرية والحكومة المصرية قدم لهم خدمة جليلة واعتقلت الطلاب من البيوت والشوارع يعني حسب الله ونعم الوكيل لا نقول إلا هذا يعني على الأقل هم سلموا عشرين طالبا إلى الصين على الأقل طبعا كان هناك أكثر من مية وخمسين معتقل أغلبهم أفرج عنهم وجاءوا إلى تركيا ولكنهم على الأقل عشرين طالب سلمهم إلى الصين سلمهم إلى الصين طبعا وغيرها من الدول العربية هناك تعاون أمني وثيق هكذا يعني هناك مظاهر كثيرة وكبيرة أنا في نهاية كلامي عندما كنت في مصر أي واحد مثلا رجل أمني أو يعني أحيانا يقول من أين أنت في الشوارع نحن في العادة نقول من تركستان ولكن في الدوائر الحكومية أو في بعض الأماكن ما دام معنا جواز سفر نقول نحن من الصين نقول أنتم أحسن الناس عندما يقال هذا نحن من داخلنا نتحسر ونشعر بالخز ونشعر بالخز أنا أقول للدول العربية والشعوب العربية لماذا تعلقون آمالكم على الصين رغم أنها دولة ملحدة ودولة شيوعية هل في التاريخ أما قرأتم عن الاتحاد الصوفيتي يغسلافيا ألبانيا وغيرها من الدول التي حكمت بالشعوعية ألم يقتلوا هؤلاء ملايين من البشر سواء المسلمين أو غير المسلمين ماذا قدمت الصين للدول العربية قدمت البضائع الصينية الرخيصة وأغرقت الأسواق بالبضائع وقتلت المصانع المحلية أو الناتج المحلي لأن الناتج المحلي أو الصناع المحليين لم يستطيعوا مقاومة الصين في الأسعار ولذلك قتلت كثير من الصناعات في الدول العربية وأحلت مكانها البضائع الصينية هذا ما قدم أولا هو ربح ويأتي من البضائع من الدرجة الثالثة إلى الدول العربية والدول الأفريقية كل مثلا هذه بضاعة عنده يكون ثلاث درجات الدرجة الأولى إلى أوروبا وأمريكا والثانية إلى دول آسيا مثلا بعض الدول الغنية نوعا ما والدرجة الثالثة إلى الدول العربية والأفريقية أمثنا يقولون الصين معنا في القضية الفلسطينية هذه قضية أمة العربية الكبرى ماذا قدمت الصين للقضية الفلسطينية الصين عندها حق النقض في مجلس الأمن هل مرة من المرات استعملت هذا الحق لصالح الفلسطينيين أو لصالح العرب لم يستعمل ولا مرة واستعمل هذا النقض هذا الحق حوالي تسع مرات كلها إما لصالح كوريا الشمالية أو ما يتعلق به في حروبه في دول آسيا أما في الثورة السورية واستعملت هذا الحق مرتين مع روسيا ضد الثورة السورية ولتأييد النظام السوري لذا يعني هم لا يعرفون أغلب الناس لا يعرفون التاريخ البشرية أولا هم مشركون أو ملحدون الله عز وجل يقول في القرآن الكريم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أليسهم المشركين إذا كانوا ملاحدة طبعا الملاحدة أشد عداوة من المشركين حتى للإسلام والمسلمين لازم عندما ننظر إلى واقع الصين نعرف من هم أولا وثانيا ماذا قدموا للعالم هم أقصى ما فعلوه ممكن يعني سكتوا في مجلس الأمن في بعض القرارات أليس عندنا في الفقه أو في أصول الفقه السكوت يدل على الرضا لماذا نستعمل هذا السكوت على أنه لصالحنا يعني أو نظل أنه لصالحنا المسلمون ينصرون بارتباطهم بعقيدتهم وبارتباطهم بربهم وليس بتعليق الآمال على الصينيين على أمل أن الصينيين يحاربون معنا ضد أمريكا وضد الغرب كل هذا بسبب ضعف عقيدتنا وقلة فهمنا لديننا أنا بمثال ممكن أنهي كلامي مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلنا نعرف ما حصل بين الروم والفرص أن المسلمين عندما إنهزم الروم حزينوا لهذا وحزنوا لانتصار الفرص لأنهم كانوا وثنيين لأنهم كانوا وثنيين ورغم أن الروم بعد ذلك حارب المسلمين يعني بشتى الطرق والوسائل ولكن على المسلم أن يعرف أن الوثنيين أشد عداوة بنص القرآن الكريم وليس يعني بالتعلق أو بتعلق آمالنا على غيرنا من الوثنيين أو غيرهم أو غيرهم يقول الله عز وجل في القرآن الكريم في القرآن الكريم إن تنصر الله ينصركم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وغيرها آيات كثيرة عندما ننظر إلى واقعنا هنا أو في الدول العربية والإسلامية أن أغلب المسلمين لا يفهمون دينهم هو مسلم بالتقليد أغلب المسلمين عندما نعود إلى ديننا ونفهم ديننا فهما صحيحا ونوقن أن النصر من عند الله عز وجل وأن النصر بتحقيق الوحدة كما ذكر القرآن الكريم وأن النصر بتحقيق الأخوة كما ذكر القرآن الكريم وأن النصر لا يأتي إلا من عند الله عز وجل الله سينصرنا الله سينصرنا وهذا وعده مذكور في القرآن الكريم أنا من كل مسلم استمع لهذه الكلمة أو لهذه الكلمات أطلب على الأقل الدعاء لأن الدعاء سلاح المؤمن لأن الدعاء سلاح المؤمن والأن الدعاء في السابق دعوا عندما عجزوا والنوح عليه السلام نوح عليه السلام كما ذكر القرآن الكريم دعا متى دعا عندما عجز ولم يستطع أن يقاوم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة ها آيات وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما شعر بالعجز توجه إلى الله عز وجل بالدعاء كما حدث في غزوة بدر وغيرها من الغزوات وكان يدعو للمظلوم اللهم أنجل وليد مثلا وكان يدعو للمظلوم لذا أرجو من الإخوة جميعا ومن المستمعين على الأقل إن لم يستطع أن يقدم شيئا لدينه على الأقل يصلح علاقته بالله عز وجل وثانيا يدعو لإخوانه المستضعفين في كل مكان أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما استمعنا إليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين ويدخلنا الجنة برحمته سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم هذه حقيقة موجودة مبارك الله فيك للتذكير بهذه الحقيقة كل هذا بعد 2016 يعني بعد 2016 هم أولا في السابق كانوا الناس مثلا من المظاهر كثيرة أنا لم أتوقف لأن ما أريده أو ما هو في ظن أهم ربما الوقت يأخذ يعني من المظاهر مثلا إجبار المصلمين على الاحتفال بالأعيادهم بأعياد الصينيين كل هذا لم يكن في السابق يعني لم يكن الناس كانوا في حريتهم إما أن يشارك في الاحتفال يشارك وأغلب الناس طبعا لا يبالي بأعيادهم سواء القومية أو الدينية كل هذا بدأ يحدث إجبار المصلمين في الاشتراك بالأعياد معهم وأحدث شيئا آخر وهو ما يسمى صلة القرابة نجعل ما بين مسلم وشيوعي صلة قرابة في الغالب يكون هذا الشيوعي موظف حكومي موظف في الدولة يعني يأتي إلى الأسر مثلا هذا أخوك هذا ابن عمك يعني بتسميات مختلفة ويبقى هذا الرجل في البيت على الأقل مثلا في السابق يعني قبل سنة الآن كم يبقى لا نعرف كان يبقى على الأقل أسبوعين عشرة أيام كضيافة في البيت يعني الآن في الغالب الرجال في المعتقل أو في مراكز التأهين وأما النساء والأطفال في البيت وشيوعي رجل شيوعي في البيت يبيت معهم يعيش معهم صيني يعني صيني واحد صيني كل هذا طبعا لمراقبة هذه الأسرى يعني ماذا يفعلون ولتغيير هوية الشعب يعني ومحاولة لتربية الأولاد على حسب هواهم ويحدث أشياء قد تحدث أشياء من الاعتداء ومقاومة لهذا الاعتداء حدثت مثل هذا ولكن هذا موجود فعلا يعني مثل هذه التضييقات أو الممارسات موجودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر